كابتن أسامة أنا عايز أبدأ الأول معاك بتجربة المنتخب الوطني يعني المنتخب لعب مع كرواتيا خسر اتنين أربعة مباراة كان فيها للأسف يعني أداء سلبي كبير جدا كتشكيل وكتغييرات وكأداء ولكن إجمالا كابتن أسامة من خلال متابعتك وانت لاعب دولي ولاعب ليه تاريخ طويل جدا مع النادي الآلي شايف التجربة بدري نحكم عليها ولا فيه أمور ممكن من دلوقتي نقول لا المنتخب رايح في سكة إيجابية ولا في سكة سلبية ممكن لا حاجات كتيرة محتاجة تتعدل الفترة اللي جاي خلينا الأول نتكلم عن الإيجابيات أنا واحد من الناس اللي بحب دايما يبص للصورة بصورة تفاولية يعني من أهم الإيجابيات في هذه البطولة أولا التفاف الجماهير مرة أخرى حواليه منتخب مصر لما كنا بنشوف مباريات رسمية مش هقولك مباريات ودية لمنتخب مصر كنا بنشوف إقبال جماهيري ضعيف جدا ممكن في براء رسمية ومهمة لعدد لها تجاوز 500 مشجع لكن لما تشوف النهاردة في مباريات نيوزيلندا مباريات كرواتيا إقبال جماهيري مقبول مش هقدر أقولك ضعيف لا مقبول متوسط الناس بدأت تلتف حوليه منتخب مصر مرة أخرى فده شيء إيجابي تاني حاجة للملعب استاد مصر اللي موجود في العاصمة الإدارية حاجة تحفة يعني حاجة تضاف للبنية التحتية للرياضة المصرية مدينة أولمبية كبيرة شفنا أرضية الملعب شفنا أماكن الجلوس المدرجات أماكن الصحفيين التواجد ففعلا حاجة مفخرة تضاف للرياضة المصرية والبنية التحتية وده بيساعدنا لما نيجي ننظم بطولات دولية بطولات عالمية بطولات حتى محلية أيضا في الدوري المنتاز فإحنا النهاردة صورة الرياضة وعنوان الرياضة بيبتدي بالاستاذات وبالملعب لكن لما نتكلم عن الأمور الفنية يا محمد لازم نوقف عند النقطة دي كتير لا في الماتشين الأداء الفني ما عجبنيش طبعا لسه بدري زي ما أنت قلت إن إحنا نحكم على التجربة لسه النهاردة قيادة فنية وطنية كلنا مساندين ليها كابتن حسام حسن مع جهاز وطني هنفضل مساندين للآخر لكن لسه بدري لكن بيبقى فيه بوادر في الأول بوادر لما تيجي تقايم التجربتين مباراة نيوزيلندا ومباراة كرواتيا لا الأداء الفني كان أقل من المتواصل كسبنا نيوزيلندا 1-0 الأداء ما كانش الأداء القوى المنتخب مصر بالرغم من نيوزيلندا ترتبها متراجع شوية في التصنيف الدول حوالي 100 أو حاجة في التصنيف الأداء ما كناش فردين السيطرة الاستحواز الفرص كانت حتى على استحياء لكن مباراة كرواتيا انت بتتكلم أمام فريق واحد مصنف على العالم واحد كان وصيف العالم كان سالس العالم فرقة محترمة فرقة تقيلة فالأمور النهاردة لما تيجي تلعب قدام الفرقة الكبيرة ما ينفعش انه نفتح الجيم لازم على قد مقدر يكون مباراة مقفولة دفاعيا النقطة السلبية اللي كانت وهارجع على وراء شوية الكاس الأمم الأفريقية كم الأهداف اللي دخل في منتخب مصر في كاس الأمم الأفريقية وهنا أنا ما بتكلمش على حراسة مرمو ولا دفاع أنا بتكلم على منظومة دفاعية بتشمل فريق بداية من المهاجم أيا كان مين بيلعب الخط الأمامي ومن هنا بتبدأ المنظومة الدفاعية لما تيجي النهاردة كاس الأمم الأفريقية دخل فينا أهداف كتير أول ماتش موزنبيك هدفين مباراة غنى هدفين الرأس الأخضر يعني كان فيه عدد أهداف كتير فالنهاردة كان لازم جاز الفني يشتغل على النقطة دي بشكل كبير ما يبقاش فيه أربع هدف في مباراة كرواتيا وكنا نقدر نقفل الجيم بشكل كبير الكرة السابتة بارح ركنية بتدخل هدف في منتخب مصر بكل سهولة بكل سهولة وما فيش رقابة فالنهاردة دي نقطة مهمة جدا تمنى الجاز الفني المنتخب مصر بقياة الكابتن حسام حسن يعني ياخد الماتشين دول النهاردة بفيه محل الأداء يذاكر الفرقتين كويس ايه أهم النقطة السلبية اللي وقع فيها منتخب مصر ولعب منتخب مصر علشان نقدر نصلح الفترة الجاي لسه دي بداية ما نقدرش نحكم فيها لسه جهاز فني جديد متولي القيادة لكن من النقطة المهمة جدا يعني لازم نحطها في الحسبان عندنا واحد نجم عالمي في الكرة المصرية اسم محمد صلاح محمد صلاح واحد مؤثر جدا في المنتخب المصري محمد صلاح مهم جدا في المنتخب المصري اضافة كبيرة لازم ازاي النهاردة كمان كجهاز فني ازاي نحن نحتوي محمد صلاح ازاي ندخله جوه اللعبة بشكل اكبر النهاردة لو في حاجة نفسية معينة ازاي يتم معالجتها النهاردة علشان مصلحة منتخب مصر مش عيب النهاردة لما جهاز الفني يكون فيه مباراة مهمة لمحمد صلاح ويسافر ويتابع المباراة من ارض الملعب ويمقى فيه تواصل التواصل ده مهم جدا ده كان بيعمله الكابتن محمود الجوهري كان بيعمله الكابتن حسن شحاته ازاي التعامل ويبقى فيه ثقة ما بين الجهاز الفني او المدير الفني واللاعب خاصة لو كان لاعب مهم اتمنى الامور دي كلها يعني يتم نظرة لها نظرة مهمة جدا لكن كلنا مع منتخب مصر في اول تجاربه اللي ما كانش فيها توفيق لكن عندنا التجربة اللي جاية هتكون مباراة رسمية مباراة مهمة شهر ستة شهر ستة اه تصفيات كاسعالم طيب كابتن وسمع برضه عايز عادك في نقطة فنية تخص المنتخب وانا النهاردة يمكن فرصة انا معايا هداف كبير جدا يعني وفرصة اخد رأيه كمان في امور فنية كتيرة يعني انت بتلعب مباراة ودية عشان ايه عشان تجرب اكتر من اللاعب فكرة ان يكون عندك احمد حجازي وعندك حمد فتحي ما يتمش الدافع يوم في المباراة اطلاقا فكرة انك تبقى مثبت حراسة المرمى في المباراة وانت واخد اربع حراس مرمى يعني عندك محمد عواد عندك المهدي سليمان عندك مصطفى شبير محدش منهم شارك في اي ديئة في المباراة الوديتين لو تبص على خط الدفاع استقرار كبير على الرباع اللي موجود في المباراة دون تغيير واحد احمد حجازي رجع من التحاد جدة وسافر السعودية لزروف عائلية ورجع تاني وما تمش الاستعانة بيه حتى ولو خمس دقيق حمد فتحي لعيب كبير في نص الملحب دي من وقت المهم انت تتكلم فيه اه يعني نهار ده لعيب محترف بيتم استدعاء ولازم يكون ليه تواجد في منتخب مصر نهار ده احمد حجازي وحمد فتحي كان لازم ياخدوا بشكل اكبر خاصة كمان انت تتكلم على لعيب النادي الاهلي هو العدد الاكبر لعيب النادي الاهلي في منتخب مصر انت عندك مباراة مهمة بعد 48 ساعة ما زي ما انت قلت في المقدمة الحلقة عندنا مباراة مهمة جدا اكبر عدد من اللعيبة لعبه النهار ده كمان رايح على ماتش صعب بعد 48 ساعة ترى اللعيبة دي يعني رياءها تريح الراحة الكافية علشان المباراة الصعبة دي زي ما التراجي تونسي منتخب تونس ريح لعيبة التراجي زي ما سيمبا ايضا منتخب تنزاني ريح لعيبة سيمبا لعبه المباراة الاولى الدولية يوم 22 المباراة التانية اللي كانت 25 و 26 ريحوا اللعيبة لعيبة النادي الاهلي يعني في صعوبات كمان عليها يعني خلال فترة جاية خاصة لعبه ماتشين وماتشين كبار امام نزيلندا وكرواتي اكيد يعني فترة زمنية كانت قريبة جدا ومسائرة جدا وانا من خلال متعباتي حتى للدورة الودية شايف الاستفادة الفنية للكابتن حسين من اللعيبة اللي ضمها ليه المنتخب انا شايفها مفيش استفادة يعني مراكز اللعيبة داخل الملعب ما شفتش مثلا تركاية لعيب بيلعب في نص ملعب حتى باقريت لعيب بيلعب مثلا ديفندر دخلوا في مركز تماني او خط الهجوم مثلا بشكل معين ما شفتش ابتقار معين او فكرة معينة تمت في المباراتين كل اللي انا شفته ان كان في استقرار على تشكيل يلعب بيه المباراتين وانا شايف ده بدري اوي تلسه مدير فن جديد عايز تشوف كل اللعيبة اللي معاك عايز تشوف اللعيبة ممكن في مراكز مختلفة ما حصلش التطش ده خالص في اي مباراة سواء مبارات نيوز الاند او حتى مبارات كرواتيا برضو من الامور الغريبة الكابتن حسين بيعلن التشكيل في المحاضرة في القتيل بشكل معين يوصل الملعب بيغير لعب او اتنين فبالتالي هو مش مستقر على التشكيل يعني من الكهوريس اللي عندي مبارات مصر وكرواتيا ما كانش هيبدأ باقرم توفيق كان هيبدأ بمصطفى فاتح وفي المحاضرة عمل كده في القتيل وقال انها هبدأ بمصطفى فاتح وقالي التشكيل في المحاضرة في المحاضرة اول ما وصل لملعب المباراة غير بدأ باقرم مكان مصطفى فاتح برضو انا مش فاهم ايه الاسباب يعني برضو اصلا دي مباراوة دية لو هتجرب مصطفى فاتح ببداية المباراة في نص الملعب اوكي جرب مفاش تمويه دي يعني النهاردة فيه مدير فني ممكن بيجاهز لعيف في التامريين بيحطه في التشكيلة الاساسية لكن لما تعمل محاضرة لازم تعلن واعلنت خلاص وابدت تشكيل الرسم المحاضرة لابد المباراة بساعتين فمليونة علامة استفهام مليونة علامة استفهام بصراحة